نرجع لفكرة أن الناس ممكن تحطك في إطار محدد إطار التقليد أنت نجحت جداً في دور العندليب في سمير وشهير وبهير وصدقنا جداً الحمد لله يعني كان مكمل الصورة ومكمل المشاة ممكن تقول لنا حكايتك مع التقليد ومش التقليد بس تقمص كمان أنا ما بعرفش أقلد خالص تمام؟ وبتعامل مع أي دور بكيفية واحدة أن أنا بذكر الزكرة المفعلية الكويس جداً وبذكر لغة الجسد كويس وده بيبقى صعب شوية لما تبقى الشخصية من خلال المؤلف نحاول نبني زكرة الفعلية ونبني لغة جسد ونحاول نصدقها ممكن الناس ما تصدقش أنه هو في الشخصيات المشهورة بيبقاسها لأنها شخصية مشهورة معروفة فبقدر أعمل ده بسهولة وكل حكاية صدقني لو هلخصها في كلمة هي كلمة التزديق أنا بصدق بعد ما بذكر كويس أن أنا هذا الشخص بس حتى لو بصيت للفيديو المنتشر دلوقتي ده هتلاقي مفهوش أفوار في أي حركة هتلاقي لا طبيعي جداً أنا مزدق أن أنا عادل الإمام سهل ده اللي بيحصل على الستيج في المسرحية لما نستلاجي 98 لما بطلع على الستيج أنا مش بطلع أعمل عادل الإمام لا أنا عادل الإمام طالع يعرض ده بيبقى شعوري ده بيبقى إحساسي بعد مذاكرة كويسة الفترة طويلة يعني وده فرق كبير جداً بينه وبين التقليد يعني ده ده تشخيص تكسيد أنا اتظلمت لما عملت عبد الحليم في سامير وشيرو وهير فترة من الزمن لأنني اتحطيت في خيال بعض المخرجين إن ده بيقلد ما بيعرفش يعمل حاجة تانية غير عبد الحليم والأدوار اللي خدتها بعد كده حتى لو كانت مساحتها كويسة الحمد لله ما خدتهاش بسهولة بسبب المشكلة دي فكنت متخوف أن لما نعمل عادل الإمام في نوستلجة تانية وتسعين يزود الحتة بتاعت التقليد دي اللي أنا عندي رعب منها طول الوقت وبالضبط وكنت رسول الله حمد لله بس واضح ما هو عمل نتيجة عكسية الحمد لله وفهم الناس إن ده مش تمثيل لأنه ده مش تقليد كل اللي شافوا فيديو عادل الإمام بيقولوا ده مش تقليد تقليد بيبان لا هو تقليد يعني هي كده الشخصية احنا شوفنا شخصية الأستاذ عادل الإمام بكل سلاسة هي موجودة فيها أصلا لأن فنان عادل الإمام الزعيم هو أصلا فنان سهل لا يتكلف في أدواره فعملت الدور بالزبط أو عملت الشخصية نقدر نقول هي دي الشخصية فعلا وتخوفك الحمد لله أنا ما حصلش لا أنا هجيلة إن شاء الله أنا كنت ناوي والله يعني من غير ما عارف اللقاء بنا بس أنا ضروري حريص جدا أن أحضر اللقاء ده عشان الفنان طبعا عشانك الأول وتشجيع الليك وتستحقه وده اللي يخلينا أسألك نتكلم شوية عن بداياتك بقى بدايات وده الهدف الرئيسي على فكرة من فقرتنا أن إحنا نعرف الناس بالفنان محمود العزازي الممثل أنت دخلت المجال إزاي وخطواتك فيه أعتقد أن هي كانت خطوات يعني كلها تعب ومشقة لحد ما وصلت معنا النهاردة في برنامج التاسع من تلفزول مصر أنا ابن مصرح الجامعة جامعة القاهرة وبتشرف دايماً بقول أن إحنا الدفعة المميزة جدا لمصرح كل التجارة مين؟ محمد فراج محمد فراج محمد شهين يحيى محمود معظمهم من نجوم دلوقتي تايسون برضو ابن مصرح الجامعة كنا دفعة واحدة كل التجارة لا تايسون ما كانش معنا في تجارة اللي كان معنا في تجارة سلام سلام لهم التحياة كلهم طبعا لهم كل التحياة والتقدير وبعد كده إحنا كلنا اشتغلنا في مصرح الهواء وكلنا كنا بنشارك بعض نفس الحل في المرحلة الأولانية دي بعد الجامعة أنا سبقتهم شوية ببرقة شفرة وسامير وشهير وبهير ومنتهى اللزة وبعض الأعمال وبعد سامير وشهير وبهير حصل توقف عندي بسبب الدور نجح في الشارع قوي لكن في الكرير كان فيها سنبية شوية دي بقى دي بقى مشاكل الشخصيات ومتبقى بالشكل دا فده كانت البداية فدخلت بقى في السراعة طول الوقت طول الوقت بذبت وجهة نظر أنا بمثل أنا مش بقلد أنا محمود عزازي وحاسس أنني دلوقتي انتصرت في إثبات وجهة النظر دي أحساسك إيه بقى؟ أحنا عارزين نختم بس عارزين الرسالة بقى من الوضوع أحساسك دلوقتي يعني أنا بقول واسمح لي ان انا يعني لو حطيت عنوان للي بيحصل دلوقتي والفقرة دي انه هو ده جهد ودي نتيجة جهد مجاش من فراغ انت راضي دلوقتي انا راضي طول الوقت الحمد لله الحمد لله والشكر الله وانا عندي حلم من التفاؤل عندي حلم من التفاؤل ان الفيديو والدجة الكبيرة اللي معمولة بسبب الفيديو وبسبب العرض طبعا العرض نجاح عظيم جدا لا مصرح سامر نور على الكورنيش انا بقيت بعدي يعني زحمة والدنيا ما شاء الله يعني عندي حلم من التفاؤل ان ده ينقلنا من مرحلة الادوار السنوية الكويسة اللي انا باخدها اللي انا اخر حاجة عملتها سره الباطع كنت عمل دول دور زابط فرنساوي مهمة في المسلسل ينقلنا لمرحلة الادوار الرئيسية ويتم الاعتماد علينا وزي ما سيبنا اثر في الادوار السنوية نسيب اثر اكبر ان شاء الله انت تستحق وشغلك نضيف وعودة للمسرح القومي